قدسية المعمم أيضا ضرورية جدا قبل عشرات السنين من إنشاف المعمم وكأنما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما الآن حبيبي مع شديد الأسف أقولها ما ألفد وزن كلش كبير مع شديد الأسف هذا ليش موصوش العامي العامي هو نفس العامي بس المعمم حبيبي تغير ليش خاص بالدنيا تنزل إلى أبعد حدود في الدنيا لو كان في معزل عن الدنيا من خاف الله أخاف الله منه كل شيء حبيبي ليش نشوف بعض المعممين يتوفقون ويسيرون ويوصلون إلى الاجتهاد وإلى المرجعية وإلى أعلى المراتب في الدنيا وأعلى المراتب في الآخرة أكون توفيق إلهي توفيق الإلهي من يجي حبيبي هذا اللي أريد أقولها الآية الذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا شوف جاهدوا جاهدوا أنفسهم مو أنا أعبد ربي حتى يأتيني اليقين وأعبد ربي ثلاثة أيام ووصلت إلى اليقين يا ريتم أعبد ربي صدقه فترة طويلة حتى وصل إلى اليقين لا يظل يجاهد حبيبي مو ذا وصل للمرجعية يعني ها هي بعد كون يتكبر على العالم يتكبر على الله سبحانه وتعالى أيضا لا وأنما التوفيق الإلهي يسلب إذا سلبت شنو العلاقة مع رب العالمين علاقتك مع رب العالمين جدا مهمة حبيبي أنت معمم أنت يجب أن تكون الصلة ما بين مجتمع وما بين الله وما بين أهل البيت لا أقل لها فعليه أنت شون تكون الصلة فإذا ما كان صلة المجتمع راح ينحرم وراح يكون بلا شنو عالم وإذا كان بلا عالم راح يكون بلا علم وإذا كان بلا علم يكون بلا نور لأنه كل شنو عبارة عن جهل وعن محرمات وعن آثام وعن كذا وكذا إلى آخره هذا المجتمع يحتاج إلى تسقيف يحتاج إلى علم يحتاج إلى إيمان يحتاج إلى أنوار محمدية تفيض عليه ترجمة نانسي قنقر